السلام عليكم ورحمة الله عزيزي طلبة الصف الاول الاعدادي هنحل مع بعض ان شاء الله grammar unit 9 الوحدة التسعيرتها بالمبدأ ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة شرحوا كل دروس للgrammar موجود في قيمة تشغيل grammar الاعدادي الترمي التاني اول قاعدة عندنا هي قاعدة going to باستخدم going to للتعبير عن شيء سوف يحدث في المستقبل غالبا بتيجي مع كلمات شبه intend ينوي plan you خطط و decide you currer او plan خطة decision currer intention نية كمان بتستخدم للتعبير عن شيء على وشك الحدوث مسلا في سيارة جاية سوف تصدمك ده شيء على وشك الحدوث اوكي كمان بتستخدم للتعبير يعني للتنبؤ عن شيء سوف يحدث لكن بوجود دليل تنبؤ عن شيء سوف يحدث في المستقبل بوجود دليل مسلا سوف اتمتر ايه الدليل ان هي سوف اتمتر اتس كلاودي الجو مغيم اوكي شرح الجرامر موجود في جرامر والاعدادي الترمي التاني في قيمة التشغيل نبدأ مع بعض الحل how you going to travel to aswan next week يا كيف سوف تسافر الى اسوان الاسبوع القادم طبعا من علامات المستقبل عندنا كلمة next next يعني القادم اللي جاي يعني الاسبوع الجاي next month الشهر القادم next year العام القادم نكست ويكند الاجهزة القادم كمان عندنا كلمة tomorrow tomorrow يعني غدا يبا احنا عندنا next week tomorrow يعني الكلمات لما شوفها عارف ان ده ايه مستقبل كيف سوف تسافر الاسوان عندنا هنا going to you بتاخد are how are you going احنا عندنا we we you زي بتاخد are going to بعد كده مصدر going to travel هنا عندي احمد مفرد is احمد spend the summer holiday in alexandria هنا هل احمد سوف يقضي اجازة الصيف في الاسكندرية هنا طبعا احمد مفرد فقولنا is يبا از going to يبا از احمد going to spend نخلي بالنا من الحروف اللي موجودة حروف الجار is احمد going to spend we visit sainai i have decided هنا عندي decided لما شوف decided هختار going to على طول يعني سوفا نحنو سوفا نزور سيناء انا قررت يبا we بتاخد are نخلي بالنا we are going to visit وبعد going to جبت الفعل في المصدر who cook your meal this evening من سوفا يطبخ واجبتك هذا المساء طبعا هنا يعني بنتكلم عن ايه سوفا يبا going to لكن who is going to يعني من سوفا لازم اكتب is الفعل المساعد هنا على اساس يعني ان الفعل مفرد فقول مثلا مونة is going to cook my meal او your meal فلازم اكتب ايه فعل مساعد سواء مفرد او جامع لكن هنا اختار is is reem going to trekking this afternoon هل ريم سوفا تذهب للسايرة على الاقدام بعد الدور او اليوم يعني يبقى is reem going to going to باجب بعدها المصدر يبقى go trekking go trekking tomorrow we are to try windsurfing in the morning غدا نحن سوفا ايه اه نجرب الركوب الامواج في الصباح يبقى we are going 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 to try يعني سوفا نجرب be careful كن حذرا you are going انت سوفا ايه you're going going to يعني سوفا تسقط طبعا be careful هنا ايه كن حذرا اشياء على وشك الحدوث يعني انت خلاص هتوع يبقى you are going to fall خلي بالنا go going to وبعد كده المصدر you going to study english today سوفا تذكر انجليز اليوم يبقى هل سوفا هل مع you يبقى are you طب لو هنا ش يبقى is she لكن هنا فعل مفرد او is طب هنا we او you او زي حاختار are يبقى are you going to study وبعد going to جبنا الايه المصدر there are dark clouds in the sky يوجد صحب يعني في السماء مغيمة يعني يبقى ايه ده تنبؤ بدليل هي سوفا تمتر يبقى it is going to rain لما اشوف تنبؤ بدليل هاختار going to بعد كده المصدر sama take the train to aswan next week sama تاخذ الكتار الى اسوان الاسبوع القادم she made her decision هي قررت شفنا كلمة decision يعني قرار يبقى هاختار going to هي قررت معنى نواة decision يبقى going to يبقى سامة مفردة او is going to بعد كده المصدر is going to take the train سوفا تاخذ الكتار السؤال الثاني complete the sentence with the correct form wizard هنكمل بالكلمة الصحيحة موجود عندنا عن صححة what are you to do next Saturday ماذا سوف تفعل السبت القادم هنا باسأل عن شيء سوف يحدث في المستبل يبقى قول ايه what are you going to do ماذا سوف تفعل we are going to try windsurfing نحن سوف نجرب ركوب الامواج مفعش اقول بالامس مبارح لا غدا لانه شيء سوف يحدث يعني لسه عيحصل يبقى قول tomorrow tomorrow يعني غدا tomorrow he is going to eat in a tent هو سوف ينام في خيمة طبعا going to بجيب بعض المصدر يبقى is going to sleep he is going to stay up late هو سوف يسهر stay up late يعني يسهر يبقى هي بتاخد is لانه فعل مفرد وعنى going to المصدر is she going to rock climbing هل هي سوف تقرب تسلق السخور يبقى is she going to try is she going to try rock climbing going to بعد كده المصدر tamir is going to eat a new car tamir سوف يشتري سيارة جديدة going to بجيب بعض المصدر يبقى going to buy اكتبها في المصدر تبقى buy يعني يشتري i am going i am going say nay انا سوف ازور say nay يبقى i am going to visit going بجيب going to المصدر going to visit i going to travel this week انا سوف اسافر هذا الاسبوع سوف يبقى i am ممكن اكتب او اسدره في ام او اي ام يعني كده او كده i am او i am i am going to travel سوف او سافر going to جبنا بعدها المصدر you going to visit your grandmother انت سوف تزور جدتك هنا طبعا يو بتاخد اي are يبقى are you going to going to جبنا بعدها المصدر هنا مبدل بابداء ب is او are بعد كده الفعل بعد كده going to بعد كده الفعل i going to revise my lessons today it's planned سوف اراجع دروس اليوم انا مخطط لكده او هو يعني مخطط لكده يبقى اي تاخد اي i am going i am going to revise ده كده قعدة حل قعدة going to بعد كده هم حلم مع بعض قعدة الدمائر المنعكسة الدمائر المنعكسة بتستخدم علشان نقول ان الشخص ده عمل الشيء بنفسه او هي كتبت الواجد بنفسه هو سهب الى القائرة بنفسه هم مثلا قدوا الامتحان بنفسهم بأكد ان الفعل هو اللي عمل الشيه ده بتيجي في اخر الجمل يعني i مع انا اقول myself بنفسي مع انا مع انا مع انا بجد انا هنا فعل امر يعني اعمل واقبك بنفسك بنفسك انت يبقى buy yourself بقول buy والضمير المعكس او ممكن تيجي هنا تيجي بعد الفعل على طول يعني هنا ممكن I made some salad for lunch buy myself او اقول I made myself some salad for lunch يعني تيجي بعد الفعل او في اخر الجملة زي هنا اقول buy والضمير المعكس would you like to make a cup of tea تحب تعمل لنفسك فينجان شي but would you like to make yourself the birds sleep in caves to protect from eagles الطيور تنام في الكهوف لتحمي من النسور طبعا الطيور هنا البردس جامع يبقى اول ايه يحموا نفسهم يبقى themselfs هنا كأنها they يعني زي يعني هم زي sleeping caves بيناموا في الكهوف ليحموا نفسهم يبقى themselfs فاش اقول itself على السس يعني ان هي الطيور تحمي نفسها زي العربي لا هنا كأنها they هم he puts on a head to protect هو ارتدي قبعة لكي يحمي نفسه هنا he يبقى himself we enjoyed when we went sailing احنا عندنا المصطلح enjoy yourself يعني استمتع بوقتك enjoy yourself لو انت واحد بس طب لو احنا مجموعة يبقى we enjoyed ourselves when we went sailing عندما زعبنا للبحار استمتعنا بوقتنا we enjoyed ourselves لكن لما انت واحد بس سأقولك enjoy yourself يعني استمتع بوقتك sora has a jacket to keep warm sora عندها جاكت بيجعلها دافئة sora يعني she يعني هي يقعلها هي يبقى herself the teacher told the students to behave المعلم اخبر الطلاب ان هما يتصرفوا او behavior self يعني احترم نفسك يعني تصرف بأدب behavior self طيب هما بيكلم هنا عن الطلاب gamme يعني هم ان هما يتصرفوا بأدب يبقى behave themselves behave themselves she told to cook online هي علمت نفسها ان هي تطبخ من على الانترنت يبقى she taught herself هنا she يبقى herself طب لو هنا هي تبقى himself لو هنا زي يبقى themselves you both can see in a mirror طبعا انتو الاتنين هنا بتكلم عن اتنين يعني مش واحد بس لو you can see يعني انت بتشوف نفسك في المراية لكن هنا you both يعني كلا منكم معنى كده ان هو اكتر من واحد وطال اما اكتر من واحد يبقى جم يبقى you both can see in a mirror يبقى انا بتكلم على اساس ان اما اكتر من واحد يبقى جم يبقى see yourselves تروا نفسكم في المراية مروة وانا اي كانت the heavy box انا ومروة حملنا الصدوك السقيل بنفسنا انا ومروة يعني احنا هنا كانت ضمير وين احنو يبقى ourselves I cleaned the kitchen alone انا نضفت المطبخ بنفسي this means I cleaned it by ده نعنى ان انا نضفته بنفسي يبقى by myself بعد كده complete the sentence with the correct form of the word هنكمل بالكلمة الصحيحة she took a photo of هي التقد الصورة لنفسها يبقى she تبقى هنا ايه herself herself يعني لنفسها we cooked dinner on fire احنا طبخنا لنفسنا العشاء على النار يبقى we تبقى ايه ourselves I didn't buy this cake انا لم اشتري هزي التورتة I made it myself انا عملتها بنفسي بنفسي بقول by myself the cat is cleaning القطة تنظف نفسها لكن هنا غير عقل يبقى ايه نفسها لغير العقل itself Ali هنا بكلم ايه بكلم عليه يعني بتديره امر do your homework اعمل وكبك بنفسك يبقى by yourself the children made these toys الاطفال عملوا هزي الالعاب بنفسهم يبقى by by themselves ممكن اقول by themselves themselves او الافضل يعني ما حدش كتير بيتكلم بيقول boy the children made these toys themself وزي على طول من غير by اللي اتنين ينفعوا اكتب اللي اتنين وخلاص lynn didn't need any help lynn محتاجتش اي مساعدة she did homework by هي عملت الواجب ايه بنفسها يبقى lynn يبقى her self made myself a sandwich عملت لنفسي sandwich يبقى myself يبقى I هي بقى منا هي بقى ومنا يعني اتنين يعني هما cleaned up نظفوا buy themself بنفسهم يبقى buy themself did you take the photo buy هل التقطت الصورة بنفسك يبقى did you take هنا باكلم حد يبقى yourself دا كده حل grammar unit 8 9 sorry الوحدة التاسعة اتمنى تكونوا استفدتم معايا لو في ايه اسئلة ريتكتبها في الكومنت متنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة good bye